اهلا بكم اللعزان المشاهدين في حلقة جديدة من الزلزال حلقة سعيد جدا خلالة يكون ضيف علي واحد من الاصوات الفخيمة في البلاد استاذ بكل ما تحمل كلمة من معنى ممكن نقول الحاجة دي حقيقة تفاصيل وكلها تفاصيل ابداعية بحثة اه رسالة اه وانا من زمان صراحة اه كان نفسيا اقعد معه القاعدة دي واتودنا اسمعه وحاوره اللي صرحته ولي مصداقته ولي احيانا بلاويه فرضو عنده حبة بلاوي كده حنشوخه معه انا سعي جدا يكون في ضيافة الليلة الاستاذ الواسق جاري العلم هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة مرحباك يا احمد دندش هو عودتنا على الصناديق ويقول انها تطورت لانها تكون زلازل وبراكين ربنا استر حبيبي اه بس كنت عايز اعرف المقياس رختر كم رختر جزال زالة لهم انا كل ده حاجة له لكن قبل ده خلينانا يعني ابدي ساعدتي برضو مرة تانية اني اكون في حضرتك اه من الصعوبة بمكان محاورة اه المحاور دي عندي حاجة صعبة شديدة لما انت يتحاور المحاور دي بتكون اه بكون عادي فيها بس كسر عالية فقبل اي حاجة صد الواثق اه 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 اقرار تبقوا علينا بس تحت اسمك وتوقيعك انه ما عندك ممانع في بس الحلقة دي ودرحتك تماما بعد ذاك اسمك بس وتوقيعك يعني بشان بكل الرحابة يا دندش الجنسية السوداني وافتخر طبعا التاريخ داره بالميلادي ولا الهجري دي ممكن تتجاوزها بس وقع لانه في تاريخ بقى جديد يا دندش اللي هو في الميلادي وفي الهجري وفي لحظة اه انتصار رحيل السودانيين اجمع من السودان برضو حكم في تاريخ الانتصار ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله تبسنا حق استغلال دي صعبة خلاص لكن ما ضيقها والله يعرفك واحدة بالضيوب حيقعد shell الجديدة لنا في خمسة دجاي getting اه قول مقش. تمام يبعي قعدية بس error. ما وفو مشكلة ايوة. طيب خليني انا اه اتكلم معاك بسرعة شويه عن الزلزال. تمام? اه الزلزال طبعا. الدل بتبقتليني منه الاربع طوبة. قويس اي طوبة نحن نسمعه طوبة. قويس عندها اه درجة معينة. يعني شايف اربعة بوين تمانية البيض ستة بوين تزاعد لحمر سبعة بوين ثلاثة لسوة عشرة دي درجات بتاع الزلازل تدريجية معشان هنا حنمر على الطوب ده كل ما نفتش فيه لانو دي بعد الزلازل بيقتلنا ربع طوبات دي لكن قبل ده انا ما حقدر اخش في اي تفاصيل الموضوع ده بتاع الزلزالة والازل لأول محاورة وكده ما لم اصطحب معجزئية الحرب الدائرة في السودان نعم آآ كلمني شوية الواسط عن آآ يعني الحرب دي لما نقام ليتو كده التفاصيل بتاعته ما تبقى في الزاكرة من اليوم ده يوم الحرب طيب يا ديندش خليني يعني اول حاجة انا ما عارف فيها محظ صدفة ولا لكن وانت بتورفي نيس صناديق اللي انت خدتها قدامك علم السودان عجبني تكون بألوان علم السودان يعني ولي بتخلينا نغوص في في السودان اللي عمره ما شاف اللي احنا شوفناه صح او قد يكون عشان ما بعض الناس يفسروا تفسير تاني آآ الحرب كانت دائرة في السودان في جزئيات من السودان دم معنان احنا معجبين بما كان يدور في السودان لكن لما وقع على العاصمة القومية يعني الوقع كان اصعب بحيث انه اي جزء من السودان بيكون بنفس الالم لكن تشوف عاصمتك المسلسة اللي بيتميزك واللي بتحكي عن السودان وفيها كثير جدا من التراث والقرس اللي مفروض نجف عنده نحافظ عليهم تشوفوا قدام عيونك انه هو يوم بعد يوم بيبدأ يتلاجع آآ لأول مرة اختبر صراحة آآ اختبر حقيقة يعني انك انت تكون مع اولادك يعتريك الخوف مش الخوف في المواجهة الخوف في انك تخش في النزال والمشاهد في ابنك وزوجتك وحريمك اللي موجودين في البيت المسألة كبيرة يعني اكبر من انك انت تحكيها لانه الحكاية موجودة في كل سوداني الان ممكن يكون بيشاهدنا من خلال الحلقة دي لندش لكن هي من اصعب الاشياء اللي اختبر الانسان في حياته بين يوم وليلة فتح عينك عشان تلقى اصوات القنابل هي اللي بدت بدت تسمعها طفلتك الصغيرة وهي دخيلة تحت السرير عشان عشان هو آمن يعني لحظة نحن لو نسينا الجيال الجاية ما احد انساها ودين مسألة محتاجين نحن نقفها كثير جدا فلذلك اه لو قدرت انا بقدرتي امسح الحاجات اللي نعشتها من اللي سيمسح لي من براءة اطفالي يعني امنو اللي سيمسح انا لما نقول اطفالي مجبعني اطفال واسق بس اطفال السودان كلهم بالسودان بشكلها فالموضوع مؤلم يعني والحديث فيه ذاته مميت اكثر من منه مجرد ذاكرة لكن هي خلينا قولنا للأسف حد اتحافظ في حياتنا ونسأل الله انه تعود علينا بالفعل نائدة لانه هي كارثة وربضرة نافعة خلينا نقول انه املنا يكون كبير لانه هي تكون تشمل تغيير كبير جدا وتعالج ازمات كبيرة جدا لكن صدقني صعب الحديث حولها يعني لانه هي بكل الاحوال مسألة صعبة جدا بإذن الله زي ما قلت قلت اسا حاجة مهمة جدا اللي هو الحاصل الله كله يكون هو النواة بتاعت التغيير القادم نعم والبلد تزدهر اكثر واكثر ان شاء الله طيب حخش طوالي في اول صندوق صندوق او طوبة قدامك افتحه وديني الحاجة جواه شوف الحاجة جواه شنو يا اخي التحذير حزر مطابي انا مش حزر لكن الابيض ضي السلام خلينا ابدو بالسلام يا سلام واصلو خاتينه لك مش عاد واصلو ماش معجب لكن انت اوراقك ما فيا سلام انا متأكد يا اخ ما اقول انا واسع يا اخ ما اقول انا ولا دي 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 امك انت قرلاي حاجة ما او جيد لا 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 حديك الوراق كويس شوفت افوان الحرص وضاكه اهان ضيب حريب حريب هانا بيجنو ضيب العارب حقوقو طيب ورقة دي فيها ثلاثة السئلة سريعة اول سؤال حاجة ندمتة ان خليت في بيتك في الخرطوم وماشي لتابعك لابتوب اللابتوب دي عبارة عن حصاد واسق في مسيرته الاعلامية وحصاد لذكرياته لانه في كل الصور اللي انا مريت بها في حياتي او وسقتها في حياتي اه فيه كل اعمالي فيه كل الحياة اللي انا صورتها فيه ذكريات يعني فيه حياة خلينا اقول لك باختصار فيه حياة لا يمكن تلقى ارشيفة في اي مكان في الدنيا لانها محفوظة عندي انا بس في الله بتبدأ ممكن اقول اقول حاجة تبدأ 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 اللي شأنه ما حينفعك والله ما حينفعك وبقدر ما انه هو لو لجيته انشر عشان السودان وانشر عشان عشان هي حاجة تستحق النشر واسف لاني ما نشرتها لفترة طويلة كنت مفتكر انه احنا عايشين فيه وما حي طولنا اللي طالنا وممكن نعيد نشرة لكن اه والله يا ننديش نفسي على جيش دور الشرح اللي اطول نفسي على جي والله ما بعيد على ربنا احتمال تلاقي للطوب برضو ما معروف اتت خلي دايما الامل جواك فيه نحنا ما الامل جواني انه نحنا عنا رجع مرفوعين الراس يعني هم حاجة بيوتنا هنرجع مرفوعين الراس بحاجة منتهية اهن نرجع منتصرين بمناسبة نفس الحاجة يعني الامل نفس الامل اللي كان الواحد شايله ويعني انا كنت خايف جدا نفس الخوف بتاء الله بتتخليه انا كنت خايف اكبر انه الناس لما تدخل لليزاعة السودانية نلقى كل الحاجات الموجودة في لليزاعة السودانية خليهم موضوع وااسق بما صغير يعبر عن حياة واسقة الانسانية وكده لكن الارس بتاع السودان كان عماق واكبر واحدة من المخاوف الناس كانوا بيقولوا الآن الجيش دخل يزاعة السودانية. انا كنت بفتش لفيديو يحكي لي جوة الازاعة السودانية. الاتلف شنو? واللي ظل موجود شنو? فما تتخيل فرحتي كانت زي لطفال. ما انشفت اه اشرة تريلة القديمة موجودة. موجودة ايو. يعني ودي واحدة من الحياة اللي حتبعث الامل في انه بعد داك اي حيط ضيع ما مشكلة. انا الارس السوداني الموجود في الازاعة السودانية اكبر من كله يرسي في الدنيا. يا اخو ان شاء الله تلقى طبك. بنلقاه ان شاء الله. بيذن الله. شوف السؤال التالي. فتش يسوي معنا. بيذن الله. تزاد بتون عندك الابطوب رايح ولا? لا لا والله ما عندي الابطوب. عندك شنو? اه? ما عندي زكريات. زكرياتك برضو ضعات. نحا ولا الله. شي لك كارتونة ولا? ايه ده ارتكليب البعض او ده ولا? خلينا نواصل يا عم. طيب. السؤال التاني. نعم. نسبة خزلانك. وصدمتك في الناس الجريبة منك بعد الحرب. الديني كم في المية? نسبة كبيرة والله. خلينا نقول ستين في المية. ستين في المية. نعم. تعرف يا 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 دينديش. الجميل في الامر انه بقدر ما الموضوع محزين. بقدر ما انه سعيد انت بتكون. احنا في وقت من الوقات كنا بنقول يا اخواننا البني ادم ما بتصالح مع نفسه. معلم انه يسقط مجموعة من الاقنعة. عشان يكون متسامي مع نفسه ومتصالح مع نفسه. لانه نحنا بنعيش باقنعة كبيرة. في قناع حقك تنتبراك مع نفسك. صح. بتصهر فيه حاجاتك. في قناع مع ناس بيتكم. في قناع مع اصحابك. في قناع مع ناس الشارع. في قناع مع شغلك. في قناع مرسوم لكل السودان. فكنا بنقول يا اخي الانسان بيتسامى مع نفسه ويتصالح مع نفسه. لما نسقط الاقنعة ليصبح قناع واحد. هو اللي مع نفسه. فبيكون في قمة التسامي والتصالح مع النفس. لكن من حياته الجميلة في الحرب انه اسقطت جميع الاقنعة في وقت واحد. آآ لانه ظهرت حجائق كتير جدا من الناس بشكل مؤسف. بعضهم قد يكون متأثر وبعضهم قد يكون سقطت الاقنعة. لانه اصبح آآ اتزانه النفسي مربك. ودد طلع الاقنعة الحقيقية يعني. لانه اي حاجة ممكن تتصنعها. إلا لحظة تمر بك سنة يعني شهور. حتى تستطيع تتصنع كثير. بعدين خزلنا في ناس. كنا نعتقد انهم من الصلاح بمكان. خزلنا في ناس. كنا نحسب انهم قلبه موجوه على الوطن كبير. وخزلنا في ناس كنا نعتقد انهم مصلحة الوطن عندهم اكتر من مصلحتهم. لكن للأسف اكتشفنا انه مصلحته الشخصية كانت اكبر من الوطن. لانه عمره ما عرف الوطن. لكن كان لابس قناع اسمه حب الوطن. وسقط القناع. يا ريد لو كان سقط. لكن سقط وشايله في يده لسه. تمام. نعم. آخر سؤال. مكان الدمر في الخرطوم. خلال الحرب حزين تعالوا اكتر من بيتكم. القصر الجمهوري. رمز من الرموزة لا يمكن نحنا نتجاوزه بأي شك من الأشكال. عارف يعني وجود القصر الجمهوري بهيبته. احتفالات لسنوات طويلة جدا وظلت. آآ موجودة وانت بتشوفها. انا بالمناسبة ما سعيد. اقول لك سير يعني. ما سعيد بالقصر الجديد. القصر الجديد كنت اشوفه زي حكاية انك انت تشتري لك. آآ جل باب جديد و يعني يمشي مع الموضع بتاحت الايام. وبين جلابية ورستا من جدك. فيها ريحته. وفيها وفيها تفصيل تفصيل يشبه التفصيل بتاع السودانيين القدامى. فلو الجديد ده تمزق ليس من اسباب ما ما بزعيني. لكن لما نكون فيه جل باب الوارسة من جدك يضيع فكأنك ضيحت هوية في حياتك مرتبط حاسيبك مرتبط يا 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 الواسط مرتبط بال بالحياة الجديمة. يعني ارتباطك بها يعني اكبر كده. عندك لا حيث خاص كده. انا ما ازول انا ما انا ما انا ما ازول يا دينديش اللي هو بحب الاحتفال بالماظوية زي بعض الناس. وضد فكرة انه نحتفق بالماظوية نحنا اللي عملنا بالمناسبة. الرياضة نحنا لنا السبق في الرياضة لنا السبق في كده لنا السبق. الاحتفال بالماظوية انا ما قاعد احبه. لكن الاحتفال بالقرس والاحتفاص بيه. بافتكر انه ما عنده قديم ما عنده جديد. صح. الشيء القديم لعندي ده ده لو حتى عالجنا كثير جدا من الامور نظل نحتاجه كرمزية يا حبيبي نحن الآن في جمهورية مصر العربية حقيقي يوم من الأيام يقولون زي ننزل الإهرامات ونعمل لنا إهرامات جديدة والناس تمشي عليها ولا حيكونوا حريصين على زي حرصهم على قلعة صلاح الدين الأيوبي ونحن عندنا كم حاجة تاريخية ممكن حتى المتحف التاريخي بالمناسبة وأنا كنت بشوف بعض الفيديوهات بتصيبني ببعض الألم يعني لأنه لأنه بتعبر عن حياة كثيرة جدا فإرسنا ما من السهولة أنك تفرط فيه يعني المسألة ما ما زالت القدم والجد إنك تكون جديد نحب التحديث لكن مع المحافظة على الإرس طيب نشوف الصندوق الثاني هو لسه في صناديق قطوبة الثانية شوف فيها شنو دي بس معقولة أقليب الحياة دي هنا أقليب 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 الحياة المحتوى دي أقليب خلا نشوف ذاته معا أقليب هنا تمام طيب يتأمر في الحياة دي لكن خلينا أنا أطلع فاصل ورجح ثاني تمام أوكي تمام فاصل ورجح ثاني خليكم معا هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة أهلا بكم اللازل المشاهدين مرة ثانية ولازلنا في حضرة الأستاذ الواسط جاري العليم مرحباك أستاذ الواسط مرحباك دينديش عبيبي يا أخي الله يكرم أكو يسعدك يا رب قبل الفاصل خدت الصندوق الله أحمر ده فيه ثلاثة حاجات هو جنيه وفيه ورقة وفيه زاكرة أديني أي حاجة من الحاجات دي نشوفك تؤدينا له الجنيه ده تمنيت وكان يكون قريش ما مش نعتبره قريش قريش اه خلا أنا لما شلته شلته كده دينديش ما أكذب عليك عينت له الجنيه الطوال اللي إحساسها جاني جواي إنه ياريت لو كان قريش عشان يذكرني بقرش الكرامة قرش الكرامة اللي معروف يجتمع فيه كل السودانيين في حقبة من الحقبات التاريخية طبعا عشان بس ما يسمحوا لأي دولة تستغل السودان في إنها تمر مهما كنا مطالبين وإنت عارف القصة طبعا أنا محتاج أن أحكيها طبعا لكن خلينا أقول للمشاهدين اللي ممكن يكونوا معارفين دي لحظة تاريخية قرش الكرامة يتجمعوا فيه كل السودانيين عشان ما يكون السودان سبب في تدخل على دولة أخرى وإنحنا الآن بنعيش تدخل غريب فاتمنيته قريش عشان يعيد إحنا هنأخذه قريش نأخذ يكون قريش ويرجع كل السودان لأنه لنفس اللحمة ونفس التوافق ونفس التجمع على فكرة واحدة هيبة السودان وعزة السودان تظل باقية بعيد عن تدخل أي دولة في وطن تمام طيب ده ودينا لحدة ممكن تكون در توقف المال والقرش بعد الحرب دي حاليا أنت الواسق كم من المال بتحتكم على كم من المال بعد الحرب دي إنت ما ورك إنها تدكت؟ لا أنا سألتك أنا أندار يعرف يعني أنت بتحتكم على كم القروش الكثيرة بتاعت التخاري والقصص والحاجات هل بتحتكم على كم؟ مبروك على يدور تطلع حاجات مبروك على الشألوة مبروك على الناس الشألوة لا جد 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 حاليا والله يا دين دي شا ندر أقول لك كلام إحنا ما خلينا نسمي نفسنا مبتعين القريش دي عملت أنا طيب يروح وأهمل تاني بس ربا يدينا الصح لكن فقدت فقدت ما بكذب عليك المعرفة يا دين دي شيمكن أنا يعني جهست عدة بتاعت إذاعة كاملة صح وفي الوقت اللي تحركتها لأنه أخد تردد وأطلق إذاعة كده كان حلمي صح 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 ففجئت بأنه الحرب قامت قبل ما أخد التردد وأتمنى أنه أنا غايته ما بقدر أعلن أنه هو العدة قاعدة وين لكن أتمنى أن أرجع القاعدة يعني إذن الله فبالجد واحدة من الحاجات في اللابتوب كمية من الجنجلز كمية من البروموهات كمية من الحاجات اللي اللي عملت بقروش كبيرة جدا جدا يعني قاعدة في اللابتوب لإطلاق عبر الإذاعة تحت الاف ام اللي كنت أدى حلمي من أنا صغيرة بتلك إزاعتي الخاصة بيعني فأتمنى أنه العدة تكون قاعدة يعني بيزيلا طيب أما باقي الحياة دي خليها ناس تلاجة نعم ده ده الوجي على الأعظم هذا أي بين الناس أدين حياة تاني ذاكرة. مشهد ما يطلع من ذاكرتك شفت في الحرب دي مهما تقادمت السنوات. راجل كبير يضرب يدبشك. يضرب يدبشك. الراجل ده أنا بعرفه مزارع. قدام عيوني كان يضرب يدبشك ويقول له. انت تابع لجهة ما. او انت عسكري. عمره ما شاد بندقية. بندقيته كانت طورية. كنت في موقف ما بسمح لي انه ادافع عنه. ما حقدر انسى الكلام ده. وخلينا اقوله بصراحة. حيظل تأني بالضمير موجود. يا كنت اشارك في انه احاول اقول لهم ما كده. والضرب انا ذاتي. وانا وراي مجموعة من الحريم لازم اوصلهم لبرآمن. يا اما ادعو له. وذلك اضعف الايمان. فالمؤلم في الامر انه مشينا لي اضعف الايمان. لكن الحمد لله انا ظللت راقبه لغاية من رجل ده تحرك. لكن تخيل لي ما في حاجة بتحمل قدر كبير من الاهانة انه ضرب دبشك. كده يا. قد تكون هناك قضايا سامية للجنرالات. لكن الجنرال اللي ما عارف اولاده بيعمل في شنو؟ حتلاحقوا اللعنة زي ما حتلاحقوا. ادعية السوداني والمظلومي. والمظلومي. طيب. نشوف آآ. داخل حاجة دي. الورقة دي. ورقة دي. ما تجيها بعض الفاصل ولا حاجة؟ ليه؟ قلت لها فاصل؟ قال لهم ده بالذات انا ما قاعدة احبه الا في المريخ قاعدة احبه. لكن هنا ما قاعدة. من رخابة طبعا. من رخابة طبعا. طيب الورقة دي فيها اسم. بتاع شخص. مم. ممكن اتجاوزه. عادي. ما تتجاوز هي الحاجة ديندش. ما تتجاوز. يعني هتكون مضطرة انك تتكلم. ما عندي مشكلة. وتجاوب عني سؤال مدعلق باش يصله. بكل شفافية. تعم. الباش مهندس محمد عمر الفاروق. مالي قنوات تاسيدي. يا سلام. مالو. طيب آآ. محمد عمر الفاروق علاقتي معاه. ابتدت آآ. في غنات التغيير. لحظة. انا في قناة التغيير. واللي هو قدمت من خلاله برامج اعتز به جدا. منها ضلال الحدث. مم. ومنها المتاريس. اللي وقف. وتقريبا برنامجين. وكامنا المفترض برضو. أمسك الإدعاء الخاصة به. يا ديالاقتي كانت تقريبا في فترة الثورة. الأقتيبي محمد. محمد عمر الفاروق مهندس شاطر جدا. وأنا بفتكر واحد من الجماعة اللي ممكن نسميه الخطبوط في عالم الإعلام يمتلك مجموعة من القنوات الفضاغية زكية في مسائل في مسائل الخاصة بالإعلام مهندس شاطر أنا معرف أنت عايز شنو بالضبط قصة الاشتباك بالأيدي كان في مكتب وبينك وبينه شنو عمرنا ما اشتبكنا بالأيدي حصل اشتباك بالمكتب إطلاقا حصل اشتباك أو أسع إطلاقا ما حصل أصل ما حصل اشتبكت مع محمد عمر الفاروق في مكتب أبدا في برنامج أبدا والله على ما أقول شي لم الرجل ده ما حصل بينه وبينه وخلابه ما فأي خلافات نهائيا نهائيا قد نتناقش في عمل في الشغل في كده لكن عمره ما وصل لمسألة الأيال تعرف يا دينديش خل خلاب بالأيادية مع زول تاني في قناة تانية لكن أنا بس شكل المعلوم وصلتك خط لا 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 عمر الفاروق نهائيا ما اختلفت معه تحياتنا برضو للباشماندي صام العمر الفاروق منحييو من هنا نعم وقول له رمضان كريم عليك وربنا نديك الصحة والعافية نشوف السبعة بين ثلاثة صندوق الأسود اغتي داك ممكن جدا ما تغتي قدحك بتحب النظام بتحب النظام ما واسط الثلاثة يطلع ولا واحد قدينا واحد نشوفوش هنا حنمر علونا الثلاثة لكن نبدأ ب دي الأسئلة المباشرة تمام غدرت بالمحامي والناشط السياسي عثمان زنون في حلقتك الشهيرة من ظلال الحدث تفاصيل تلك الحلقة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها أول حاجة أقبل أي حاجة لكن ما أقبل منك وانت زول صحفي تقول لي غدرت لأنه انت معناه على قناعة بأنه أنا غدرت بالرجل وأنا لا أغذر بالرجل لذلك هجاوب لك على السؤال لكن عندي وقفة كبيرة جدا في مسألة غدرت لأنه الغدري مسألة كلمة كبيرة لا هم بقولوا غدرت بقولوا لكن انت الآن سؤالك بديته هو منه انك كان في محور معين كويس معك أو في شخص معين واسق عشان هو يبقى تريندي في الحلقة دي ديندش انت ما قلت لي يقال انت قلت لي غدرت بديت السؤال بغدرت لذلك أنا دار أقف في النقطة دي قبل ما مشي لك الدامة فأنا مواصف في غدرت انت شايف انه غدرت إذا ما غدرت أبدا أبدا أخلفت طيب شنو الغدري عندك أخلفت بنوت الغدري عندك شنو أخلفت بنوت في الحلقة أبدا عملت إضافات مهارات للحلقة عشان هي تكون في النهاية واسق هو اللي اطلع أسألك سؤال أسألك سؤال طب انت الآن بتعمل في حلقة مع الواسق لو مشيت وفتشت عن واثق قبل ما تجد تعمل معه الحوار ده حاجة أساسية في عالم البرامج الحوارية ولا بيعتبر انه انت عايز تقتال شخصيتي جوابني اختار شخصيتك أنا بسألك كيف بي عند أرباح شو بياتوا أنا بسألك انت بت حتبحس عني ولا حتجي تقعد سايو زي ما يجي الحواري لا طبعا حتبحس عن نجل شكرا جزيرة اللي حصل بيني وبين عثمان زنون أول حاجة عثمان زنون خليناه أقول لك بصراحة احنا كنا في غرفة واحدة أنا الأوان لأنه ينقشع الظلال أو تنقشع كل الحواجب كان معي في غرفة واحدة وغرفة كانت تنادي بيسقاط هذا النظام نظام الإنقاذ ايوه وفيها كمية من الناشطين وفيها كمية من السياسين ومش السياسين اللي بنتموا للأحزاب لكن كان واحدة من الحياة اللي بتميز الغرفة دي إنه فيها كله من ناس وطنيين ما بينتموا لأي حزبي من الأحزاب لأنه أنا عندي رأي كبير جدا في مسألة الحزاب وعندي رأي كبير جدا في المسألة دي ماذا نأخذ فيها طيب لكن اللي عايز أقوله عثمان زنون استضيفته وسألت أسئلة مسكوت عنها وليوم الليلة أنا لو تاني أعيدت الحلقة حاسة لنفس الأسئلة لكن تبادر لزهن عثمان زنون وأنا أحطرمه جدا وأقدره جدا تبادر لزهن عثمان زنون إنه المسألة بتحت الأسئلة والحوار ده واسق عايز يقتال شخصيته على حسب كلامه هو لكن أنا بقول عمرة ما كانت اغتيال شخصية ولا يمكن يوم من الأيام أوجه المايكروفون لاغتيال شخصية بقدر ما هو استنباط للحقائق أو إخراج الحقائق دلب ناس عليهم نحن كناس صحفيين يعني عايزين نطلع على الحقائق لكن ما بينفكر في اغتيال الشخصيات رسمان زنون يعتقد أنه أنا بقتال فيه شخصيته أنا ما عندي خلاف مع رسمان زنون الآن لو لقيت بسلم عليه وقد يكون مرة مرة أنا بشوف هو بيطلع بيقول شنو لكن هو يعتقد أنه واسق كان يريد يريد اغتيال شخصيته لكن مرة تانية بقول للي بيقتال الشخصية ما هو الشخص اللي بيبحث عن الحقائق دائما فلذلك كنت في الحلقة بتحاول يعني مثلا أنت جزء من الحلقة دخلت زول بالتلفون هو ما عنده علاقة بالعثمان لحد التعبير حتى هو بعد الحلقة تكلم عن الكلام أنه زول أنت كنت مصر أنه الزول ده لا قطع عليك تسكر ده هو قطع عليك تسكر أو ما قطع عليك تسكر كان فيه إصرار منك غريب مع أنه هو بنفي أنه ما عنده بعرف الزول ما بعرف الزول الإصرار ذاته في الحاجة دي ما هو تضيف يعني أنت سأسر وصررت يواسق على الحاجة أنت معي أنا خلاص هاخد كلامك يعني لكن أنت كنت مصير إصرار غريب على الحاجة عارف ليه أنا سألت عثمان زنون وارجع شوف الحلقة يعني الكلام ده وصل ما فيه غلاة يعني الحمد لله الحلقة قاعدة على اليوتيوب الناس ممكن ترجع وتشوف أنا سألت السؤال بتعرف فلان الفلاني قال لي ما بعرفه ولما دخلت الراجل قال لي أنت ما قطعت ليه الحلقة ما قطعت ليه التذكرة لكن صاح أنا طلبت منك تقطع ليه التذكرة لكن ما خلتك تقطع ليه التذكرة طيب من البداية أنت قلت أنت أسرد نهو قطع التذكرة طلع لما نزول يقول لك أنا ما بعرف الشخص ويأتي بعدك يعرفه ويقول لي لا أنا طلبت منك لكن ما قلت ليك أنت كمحاور بيديك إشارة لشنو أنه قد تشوق بعدك في أي معلومة خرجت لك من المستضاف. وانت حاولت تضغط في الإطار أنه هو لازم يحترف. صح؟ مش أضاف. راجع الحوار مرة ثانية حتى لقاني أنه أنا فقط. خليت الرجل يقول كلامه وخليت الرجل وهو عثمان زنون اللي كان بيقول أنا عايز حلقة ثانية والراجل دي يجيني جاهز وكده. فانت بقول لي جهزت ناسك يعني. كم عملت حلقة ثانية صح؟ ما عملنا حلقة ثانية. لكن هي من الحلقات صاحة اللي زع السيطة. طبعا. ويمكن ما ستناولوها. لكن ده لا أكد حاجة من خلال الحلقة دي يا دندش. أسئلتي ما كانت بغرض اغتيال الشخصية. أسئلتي كانت بغرض كشف بعض الحقائق. قد يتبادر للزهن إنه شنو يعني تسأل عثمان زنون تقول ليه طلحت بي وين. أنا بتعني ليه حياة كثيرة. لما نعرف انك انت طلحت عبر مطار الخرطوم. ولا طلحت زي احمد الضيو. او واحد من اولاد الضيو عن طريق جنوب السودان بالأرض. بتعني ليه حياة كثيرة جدا. قد انت تشوف السؤال ما عنده معنى. لكن أنا بيعني ليه حياة كثيرة جدا. والدليل على ذلك. آآ عدم افصاح عثمان زنون حتى الآن. بانه طلع كيف عبر مطار الخرطوم. علاقتك كيف معك? أنا علاقتي مع عثمان زنون احفرمه جدا. اغدره جدا. وبافتكر انه آآ قد اختلف معه في بعض الأشياء. وقد اتفق معه. هو رجل سياسي آآ عنده قراءات للواقع ممتازة. إلى حد ما. لكن قد اكون ما معه في الفكرة بتاعة ال 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 انا. حب ال انا الزائد يعني. وسألته في الحاجة دي يعني. انا رب السياسة. انا رب الكده. فا آآ باعتقد انه دي قولوا الناس ما عثمان زنون. تحياتي لو وقول لرمضان. تحياتنا لوم نقول لرمضان كريف. نعم. بسؤال الثاني. طيب. كم مرة تم ايقاف برنامجك من قبل السلطان وكم مرة تعرضت للاعتقال بسبب محتوى الحلقات. تجد بتحسيب لي كم مرة? آآ اشهره. آآ لما آآ لما قلت آآ ليه العيشة باتنين جنيه. صباح بدري. نعم. وما زلت بقوله وليه بكرة. آآ آآ. إذا نحنا عندنا وزراء ما قدروا يحلوا الإشكالية. فالأفضل بكله أدب وبكل احترام. يعتزر للشعب السوداني ويتنحه. مم. ما انت جاي عشان تحيي المشكلتي انا. مم. وقاعد على رأسه الهرم عشان تحيي المشكلتي. إذا ما قادر تجد حلول لإشكاليات المواطن السوداني. فغادر لأنه حوى والده. مم. في كتير من العقول القادرة على إيجاد الحلول يعني. مم. فلذلك آآ وقتها. مم. لأنه ما كان في أي قناة فضائية في زول بي قدر يقول الكلام ده. آآ آآ. فلما قلتها كانت حاجة غريبة. مم. وتم الحاجة الثانية. لما آآ طلحت فيديو طلقت فيه السيد الرئيس. مم. بكل التأدب الموجود في الدنيا. كواحد من المواطنين. ولما طلحت الفيديو ده طلحته كمواطن. وليس كصحفي. وقلت الكلام ده في بداية الفيديو. مم. أنا بقول للسيد الرئيس. كمواطن. مم. يطلع يعتذر للشعب السوداني. و. وانا ما بفتكر كان فيه تطاول. لأنه يا 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 دينجش. الرئيس اللي بيعتقد انه. آآ. أو أجهزة الأمن. اللي بتعتقد انه. خروج واحد من المواطنين. لأنه يتحدث. يعتقل فيه. لو كان الامر يستحق الاعتقال. لاعتقل سيدنا عمر. ابنه. آآ. أحد المصلين في الجامع. لما نقل له من أين لك يا عمر. آآ. يعني الجلباب اللي هو التوب اللي اللي لبسه عشان آآ. عشان آآ. معروف انه الجلباب كان مقاسه قصير وسيدنا عمر كان طويل. فكيف قدر. يعني قال الله طاعة لنا إلا تورينا إنك انت أول حاجة الجلباب دي قصير مفروض يكون في ساقك يعني. جبته وفصلت بي جلا بيه كيف هو ما فيه. فلغاية ما يعني نادى ابنه ووضح إنه ابنه يتنازل عن نصيبه لأبوه. فهذه هي يعني أنا كنت أسأل نفسي إن كنتم أنتم تقولون أننا آآ من رحمة الإسلام. وندبع للحركة الإسلامية. وديدنكم من الدرجة الأولى الإسلام. فلما انطلحت طلحت بهذا المبدأ. إنه دي دولة إسلامية. أطلع بنفس الطريقة الإسلامية. وأقول لا طاعة لنا حتى يبين لنا الرئيس. لماذا؟ ففوجئت بأن الإسلام شيء والواقع شيء آخر. فلذلك كان فرت فعل مغاير. وآآ أنا ما نادم على الحاجة. ما نادم بأي حال ما لحوال. لكن الحق يقال يعني لما نتم الاعتقال لا تعربنا للضرب. ولا تعربنا للآآ. بالعكس كان آآ تجلس و بيشتغلوا عليك نفسك إذا يعني. أكبر جهرتك برضو وصدرابك المباشر ده برضو بكون قلل فرص ظهورك في في القنوات يعني. ممكن القنوات تكون بتخاف منك. الكلام ده حقيقي. يعني لما واسق. آي خياس على الأول. الحاكمية طبعا يعني كده يقول لنا هو. تعرف يا دينديش في حاجات عجيبة جدا جدا. نحن عندنا رياء لو ما تخلصنا منه ذاتنا إعلامنا لا يتعافل. فواسق لما 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 في يوم من الأيام كان بيضرب الطرابيزة لوزير ولا بيضرب الطرابيزة لوالي. في وحدين من الزمل كان بيضربوا لي بيقول لي يعني ليس هذا اسلوب التلفزيون يعني. وهم لا يعرفون أنه هذه مدرسة من المدارس. لكن منهم قال ما الإعلام هنا. فكان بيقول لي يا أخي كده عدم تأدب في حضرة المستضاف. وهم نسوا في اللحظة دي كأن الإعلام سلطة. فأنا الإعلام اللي بقوم بدور الرقابة والمحاسبة. يا إما أطلع وأظهر الإعلام بدرجته الحقيقية. يا إما ما أطلع بوجهة نظري في الوقت داخل. سبحان الله من كانوا يعتقدون أن المجاهرة وضرب اليد والاسلوب الجاف مع في وقت كانت الناس تتعامل مع الوزير بعلاقات اجتماعية. كيف أنك سيد الوزير. كيف حالك سيد الوزير. لكن واسق لم يكن يعمل بالعلاقات الاجتماعية. كنت أعتقد أنا سيد الموقفون. أنا وحسيبك أنت. أنا أنا أمثل هذا المواطن. فلذلك أنا سعيد بأنه كانوا ينصحوني زمان رجعهم زادة ويتم قلت طرح بأنه. خليه يجب أغرف أهل. نعم. طيب. آخر سؤال في العزة المباشرة. ما هي حقيقة تعرضك للضرب في حفل تخريج بسبب مغازلتك المباشرة لأحد الخريات. هو لم أضرب. آآ. يعني أنا ما حصل تعرضك للضرب. لكن صراح في ناس بتكون الموضوع بوجعه كده يعني. ممكن في موقف واحدة. بعدين تواثق صراحة يعني يعني الاسلوب دي شنو يعني يعني الجميلة. البهية. وبعدين يعني حتى ناس طلعت عملت لك فيديوهات انت قددك في انه يعني انت بتطلب. آآ. لا. لازم تحضنها. أمامي. احضنها. ما يعني. يحضن من. زوجته مثلا. حتى لو زوجته. ما هو واحد من تقول غريبين. انت هي زوجته. أنا أريدك أن تحضنها. ما عارف شنوك. إنها الجميلة. الفتية. ذات العيون. يبلي فيديو قلت فيه أحضان أحضان. لا. في أنا قلت لك. في ناس طلعوا في فيديوهات. انتقدوا الحاجة دي. يعني آآ. هي أنا ما أنا أنا ما لاقتني صراحة. لكن حضرت كم فيديو. يعني في واحد تقريبا كده مخاتيك كده وبتكلم عنك. وإنه تبتدعو للحاجة دي. والغزل ده برضو بقولوا الحاجة دي أوبر شوية يعني. في في القصة. طبعا يا أنا ولا رأي الناس. أنا عايز زراعيك إنت. أرد الناس آآ. أنا عايز زراعيك إنت. الناس خليوني. أنا. أول حيانا سعيد بأنك ذكرت لي الحتة دي. طيب. لأنه والله يا دينديش انت فتحت لي مساحة إنه أنا أوضح فيها حاجات بالمناسة مهمة جدا. أنا واحدة من الحياة كانت قاعد تسبب لي مشكلة نفسية. حكاوي كثير جدا من المتزوجين والمتزوجات. وموجة الجفاف داخل الأسرة السودانية. خلينا نكون واضحين طالما فتحت الموضوع بوضوح خلينا نتكلم. طبعا 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 طبعا. ليه أنت ما بتعبر لي زوجتك بينك بتحبها. ليه يعني. يعني أكتر من رسول الله سلام يعني باح بحبه للسيدة خديجة. فكونك أنت بالمناسبة يعني. 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 تعرفته كاف. تعرفته كاف وعبر له زوجته. زوجة اللي قد في مزرح. يا خي ما تصبر لي انت. تصبر لي. انا احنا عندنا جفاف عاطفي. اللي بسمعوني كلهم هستاني بقول لهم. اسأل نفسك قبل ما تنتقد واسق. المزوجة وقاعدة معك في البيت. قاعد تطريب ازنة. ما حد. خليني من الكلام اللي أنا جاي اقول لك ده. اسأل اي زول. ما تقعد تد عامل معي بنوع من التعالي ولا لا. ما تد. نو. لكن واحدة من الحياة الاساسية. اللي بيتخلي اسرة صحية. ونفسيا. وعايشة متوازنة نفسيا. انك انت. ما بتطرب زوجتك ليه. وقادر تطرب زميلتك في المنزل. في الشغل. ليه زوجتك ما بتطربها. ليه انت بتطلع برا وتتعامل بصورة حلوة. وزول بريستيج. وتقعد مع صحباتك. وتوريه منك انت رجل فاهم. ومع زوجتك. كيف. جهز البتاع ده. ليه. دي واحدة من الحاجات اللي خلتني انا استفز الشعب السوداني. في سيرفي واضح قدام الناس. انا ما عملت الموضوع من فراغ والمناسبة. لما كنت بوقف كل زوجي بقول لي بتحبها. كنت اعني تماما النقطة دي. واشوف قدرته على انه يجاهر بمحبته لزوجته. الموضوع ما فيه عيب بالمناسبة. كون انا اقول انا بحب زوجتي. انا انا بقول لك انا احب زوجتي. صفا. من كل قلبي. وحبها جدا. واسمعها هذه العبارة غبر مغادرة المنزل. انا جايك هنا اقول لها بحبك. يا دندش. نحن عندنا حاجات غريبة. لو ما تخلصنا منها. بتبقى مشكلة. حكومة مسيطرة الله. مسيطرة. حكومة مسيطرة. مسيطرة. من حجها. طيه هو مسيطرة على منه. نرجع. مين مسيطرة على منه سؤال. دقيقة. انا عارف. انا هتي مالكها الجسة بتاع نحبها. بس نطلع. نطلع فاصل. ونرجح تاني. ما نطلع فاصل الا في الحتة دي. بس هتطلع فاصل ورجع لك تاني. لا حنواصل من نصف النقطة. نطلع فاصل. اوك. طيب. طيب. فاصل ونرجح تاني. خليكم معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة. اهلا بكم العزاء المشاهدين في القسم الأخير من برنامجنا ولازمنا في حضرة الفخير. قصات الواصل جاري علي. ونحن طالعين الفاصل. الفاصل ما داره. ايوه. بيقطع الاسترسال في النقطة. ايوه ايوه ايوه. اتعارف. يا دندش. انا مرة تانية بقول. خلينا ارجع تاني. واي واحد يسأل نفسه. مئتين آخر مرة غازل مرته. مئتين آخر مرة صرح لا. ما تقول. هتنديج بالمناسبة. هي ذاتة. لو غارنت لا فترة الخطوبة مع فترة الزواج. هتحس انه بيتمر بسبعة نعجاث. تغيرت الشخصية ذاتة. فلذلك حصل الجفاف عند المرأة. يا دندش. انا مادة اخش لك في تفاصيل كثيرة. لكن نقول بصراحة. كثرة الخيانات الزوجية. كثرة العلاقات بغير الزوجة وبغير الزوجة. ليه نتائجة في شنو يا اخي. انت انت ليه ما تسمع كلام حلو. ليه تخليها. ليه انت ظريف في المكتب وما ظريف في البيت. ليه انت مثقف مع صحباتك وما مثقف معها. ليه انت دائما حريص على انه تبرز الجانب الافضل برة. ولوجوه انت تلبس رداء. مينو قال لك الرجالة عبارة عن انك تفرض سيطرتك وقومي وقعدي. مينو قال الرجالة كده. الراجل الحقيقي يا دندش. هو القادر على احتواء زوجته في اصعب المواقف. شفت البورق لا الخدرة ده. افضل من البهريشة. مية مرة. وانا بقوله بصراحة. لما انقالوا استوصوا بالنساء خيرا. اقف في العبارة دي كتير. ما تمسك ليه الدين من جيهة وتهملوا ليه من جيهة تانية. ادار اقوله باختصار. انت بتصدق بعد السيرفي ده ما انا عملته. وبيقيت اسألهم على على قدام الجمهور بتحب زوجتك. فبلقوا بيتردد. كتير جدا متردد. وكتير منهم قال بكل بساطة الدنيا. لان الموضوع ما عيب. نحنا بس عندنا كالمتحوب دي توديك طوال الدهاليس تانية. ودي مشكلة عندنا نحنا ما مشكلة هناك. فلذلك المفاجأة العايزة اقول لكم ما عارفة زول. انا بعد داك بيقيت وقفت الحاجة دي. لأسباب. مش لانه هاجموني. نو. لانه كان سيرفي لحاجة معينة. وصلت لها. المفاجأة كان بيقيت في كل تخرج انا بجي. وبتحرص انه الزوجة تجيني. عين. تجيبوا ليه هنا. وتسألوا. اه بيقى خلاص. بيقى طلب. اه بيقى طلب. فده دلالة علينا محرومة من تسمع الكلمة دي. فحرام عليكم يا اخ. اسمعوها يا اخ. طيب ده 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 جانب عشان انا برضو في جانب. عارفك مع الشوين انت. اي. دي المزويين اوكي. ده 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 هدف نبيل منك. نخطوا هدف نبيل كله. الما مزوية دي. القاعد مع اخوة وقاعد معها وات خالة وقاعد مع عمها وكده. الصاحبة العيون المعارش. الطويلة. المعارش. الكلام ده بالمناسبة بكون دخلك في مشاكل. انا متأكد تماما لو قلت لما دخلك في مشكلة قبل كده انا اسمح لي يعني انه ما حا ما حا ما حقدر احتمد انه ايجابتك حت تكون صحيح. ما حقول لك جبر الخواطر جميل. لكن حقول لك حاجة واحدة يا دندش. بكرة كان جاء تخريجي انا برضو بقول نفس الكلام. لسوب واحد. آآ فكرت قبل ما تفكر في الموضوع مغازلة. فكرت بالأثر النفس اللي ممكن يقع على زولة. اول حاجة في حاجة لازم تاخدها ببالك. يهمت عميل لي بنظارتك الشفافة دي. يهمت عميل لي بنظارة سودا. فلو عينت للموضوع بنظارة سودا بيختلف العمر. لانه باختصار الحاجة اللي قدام الناس ما تركز معه. ركز بيكون ورا الدهاليز. لكن انا قاعد اقوله قدام الناس. وبالمناسبة المقاطع بتحت الفيديو بيقطعوا الجزء الدائرين بس بيبسوه. لكن ما بيسمعوا الكلام كله. ما في زول عارف في نهاية كل تخريجنا بقول. واقدم اعتزارا كبيرا لكل الحاضرين والله ما غازلت بناتكم عن قصد. فعلت ذلك لأضيف للمهرجان بهائه وجماله. فانا لدي من ملكت علي قلبي وحياتي هي ام اولادي. فلذلك الموضوع ما موضوع مغازلة. بقدر ما انه هو ده يوم فيه فرحة. نحن بس مدعوا ودنا. انا 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 زمان طالب في الجامعة. احكي لك الموقف ده غايته حصري عليك يا دندش. انا في الجامعة جيت ماشي لقيت واحد عيونه جميلة يعني. فعبرت لا عن انه تمتلك عيون جميلة يعني. انا لا اتعدى على الفتيات يعني. لكن اه لو قلت اللي زول ابتسامتك جميلة دندش ده ذاته. صاحبي الجامعي هسه ده بصلاعة ده قاعد يقول له صلاحتك جميلة يعني الموضوع ما موضوع ما موضوع بتاع انه انت ده تغازل. نو يعني اذا في حيات جميلة في الشخصة القدامك. قل له حاجتك ده جميلة وكده يعني. لكن قلت لي واحدة جميلة قلت لي قللي لا دب. وانا في ماليزيا. قلت لي واحدة جميلة. فتشت للي في الكاني من النار. تانكيو تانكيو تانكيو. فلانه حست انه انا ما قلت لها شي سيء لها. قلت لها حاجة جميلة يعني. قلت لك ابتسامتك جميلة شكرا جزيلا. قبل ما تفكرت اقول لي قللي الادب. قل لي شكرا جزيلا. لانه قلت لك ابتسامتك جميلة يعني. فالموضوع ما فيه مغازلة. في مواقف. اتخذت فيها في حيات تضايقة. نحنا برضو في النهاية زي ما نحنا بنتحفظ نبدي مشاعرنا برضو فيه الاخو هناك. ما حي فهم لك الكلام ده. في واحد. اه طبعا. في جوني كمية من انا بحكي الموقف ده بكل صراحة يعني. في في وقت من الاوقات كده كنت شغال تخريج. والبيت مخطوبة وانا ما عارف انها مخطوبة يعني. زملانة كلهم جوني قال لي هم عندهم صيغة بقول لك عزلين الزول ده. مم. قل في في حقه كلمتين حلوات يعني. او تلاتة واربعة. بعداك على حسب الزول يعني. ممكن اجيف في تلاتة وممكن اجيف في عشرة. ممكن اقول بيت وممكن اقول معلقة. ايو. فالجام ده اللي عزلين الزولة دي. فبديت عزة يعني. بتذكر في الوقت ده اه اه الجمهور كله كان قاعد. انا حقول شنو في الزولة دي. فقمت عايين تلقيتها جميلة جدا يعني صراحة. فقمت عايين تفوق. وعين تتحت. فالجماعة ماشوا معي فوق. ونزلوا معي تحت. تاني عايين تفوق. عجبتني فكرة انه انا عايين فوق الناس عينوا معي فوق. نزلت تحت. اه. قلت والله ظننت ابواب السماء فتحت. فنزلت علينا حور عين السماء هذا المساء. فالموضوع تشبيه يعني انا كأنما لوهلة حسيت انه آآ الامر ليس بشر. كأنما ملائكة حفت المكان يعني. ولوكي ده خطيبة قاعد. يبدو انه في حياته ما قال لها كلام زي ده. يعني اغطاز شوية كده يعني انه كيف انا اغازل. ورد موضوع قلت مجرد يعني انه وآآ. فاخطاز من الامر وبمجرد ما انتهى التخريج وانا ما اشوف وجيت بالراجل ماشي وراي. وليقي فينا. قمت وقفتها. فقام قال يا اخي انت تغازل كيف تقال الزولة دي ما في وراه ناس وليشنو. قلت يا اخي انا بعتذر لك جدا اذا فيهم تالامر خاطئ. انا والله ما بغازل ولا بعرفها اصلا. لكن قلت كلمتين حلوين في حقها. بس. قال ليه لا لا لا. بتالليلة من هنا وماشي. بتالها هتعمل سنو. قال ليه حضبك. بتالي اخي انا بعتذر لك للمرة التانية. فالاعتزار فسر بينه زي الضعف يعني او خوف. فانا كنت اتجنب المسألة بتاعتي انك تدخل فيه. فقدر ما اعتذرت على الراجل ده ما قبل الاعتزار يعني. ففي نهاية مديده يعني. فبعده دخلت في طور الدفاع عن النفس. فما وانا بتشاجر معاه اه ابو البيت قام قال ليه ولده الصغير قال لي اخي مش يشوف خطيب اختك ده وين عشان ندعشه. فده طلع اللي قال ان احنا مقبجبين بعض يعني. فقام جي راجع طوالي قال ليه ابو قال ليه مش شكل مع المزيع. فجاء الابو والخطيبة والكل. فماش هد كان صعب جدا يعني. اه بعد داك اه. وقفوا كده الابو قال ليه يا اخي انت دارس الاركسوال. انت ليه يعني. وبعدين اثائسات نابية كده يعني ما في داعي لذكرى يعني. فقال ليه اخي انت مش شكل مع الوسازة ليه? قال ليه يا اخي. قال ليه انا ابوه قاعد يعني. لو حسيت انه الموضوع كان بيقوله من اي باب فارغ. او من اي باب غير المعهود قدام الناس. لو حسيت الموضوع فيه فعلا قلة ادب خلينا نقوله بصراحة. انا كان اتكلمت انا ابوه. انت اسمك بمكتوب بقلم الرصاص. فدخل في نقاش مع والده. فلذلك فوجئت بالوالد صراحة انك بيقوله. الزول ده. انا شايف انه معقد جدا. انا انا ما عايز اخش في النقاش في الحتة دي. لكن اه فسخت خطوبته في اللحظة ديك. وقلمني الموضوع دي جدا يعني انه فسخت خطوبته. و بعد سنة تقريبا لقيت نفس الشخصية دي. و حتى قام علق لي يعني قال ليه منازل يا اخي. انت الزولة لكده كده 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 وشكلت معاك وكده وخطوبة بعضة وكده. فياخ انا لما راجعت نفسي لجيت انه انت ما كان عندك قصد يعني. الموضوع كان مجرد هنا وانا خسرت لكن دي اقول لك كلام قلت لاي. قال لي والله يا اخي نزاتي ربا ضرتي النافعة. موضوع دي فركش معي نزاتي خطبت زولة تانية. بلا تعليق. فالموضوع دي اقوله الحاجات اللي في النور وقدام الناس. اه عمره ما بكون في قصد اخر يعني. لكن الحاجات اللي ممكن تكون ورا النور دي دي المفروض يقفوا فيها الناس. تمام. اه قبل ما نمشي الاخر صندوق عندنا. بس عندي حاجة واكفة ليه كده هنا. طلعه. هنا هنا طلعه. بكل المسالية بتاعتك دي. والغزر بتقوله. انت لما انترجع البيت هناك. الكلام ما بيصل. الكلام ما بيصل. فيديوهدي ابتصل البيت. هناك ما في مجل استحقيق. ما في اي اه ليه قدت كده. ما في. ما في ما في مرة في الدنيا ما بتغير. طبع. وما في مرة في الدنيا ما. لكن بيختلف الامر يا. اه. لو انت في البيت. اه. اشبعتها ما تريد. وهو في في ناس بنونات بتاعين فتن يا. اه. يعني انا الفيديو اللي بيعمل ترندي كده. قبل ما يصني بيكون في ناس تاقوها. ده طبعا شخصيات قاعدة ربنا يدوم الصحة والعافية. يعني هي لو ما فكرت للموضوع بتاقوها. مم. فلذلك آآ زوجتي الزولة اعلامية. لا تحيير من هنا. نعم. بحيير من هنا. وآآ. فمتفهمة. لكن مرات الموضوع برضو. طبعا طبعا. ايه. لكن اتمنى يعني انه دايما تظل تتفهم هذا الامر. لانه هي تعلم تماما انه في القلب ليس سواها. ربنا احتفظكم ان شاء الله. ودي معلوم نعمة الاستقرار. الله يسروا. نعم. عندنا اخر سؤال اللي هو. سؤال الزيزال. لو ما في مصر كان بقول في حاجة. السؤال ده آآ 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 حترجع انت لو حابي بتجاوب علي جاوب علي. حترجعو. واح هنكفي للحلقة بكل للحب والود والإحترام. تمام. تعرف هذا المزيش. اي شخص ممكن يهرب من السؤال ده. انا سعيد بيو. عشان كده حجره. مكتوب انت متهم بانك صاحب مغامرات عاطفية متعددة واغلب ضحايات من خريجات الاعلام. انا اتمنيت انه وانا بس يعني مستضافينا يكون معي الخريجات الاعلام عشان يردوا بنفسهم. لكن ادار اقول لك رغم انه نفي نفي ده كلام فارغ. لانه ببساطة اي زول جاي ليه انه يكون اعلامي. كانت اقول اي زول تاني. لكن اي زول بتلمص طريقه الاول في الاعلام. بيذكرني ببداياتي. فبتبقى في مسألة كبيرة جدا جواي. اللي يتقديم كل ما هو معين للشخص ده. عشان يودي لك الدام. انا بعتقد ان السؤال ده اه هو سؤال زكي من شخص زيك. عشان يزلزل كياني. لكن اقول لك اه بحمد الله شخصيتي تدرك تماما انه مثل هذه الاسئلة هو زلزال مصطنع وليس حقيقي. لذلك اه اه ربما اكون انا من ضحايا. مثل هذه الاسئلة الشيكة. او الاعتقادات الخاطئة. فليس هم من ضحايا الواثق. ولكن انا ضحايا بعد العقول المريضة. اللي بتعتقد انه واثق يستقل البعض في ضروب الاعلام. وهم بذكروني ببداياتي. فبكون حريصي جدا على مساعدتهم. وبترك الاجابة اه في صندوق التعليقات. لناس حقيقيين تتلمزوا على يد واثق. وانا فخور بهم الان. في اماكن جميلة. عارف صندوق التعليقات تلحظ شنو? خليك من السؤال. عارف الحقيقة شنو? السؤال دل وقلبت الورقة بينك فاضية. ها? لكن انا هخدت لك فيها كم كلمة. الواسق. انت اكتر زول. اكتر اعلامي. ها? بيشتكوا منك المدربين. لقصوتك في التعامل. ولفضلات تطمعهم. كويس. ها? بيجد انا ما اقول لك كلام بيك ظهر الورقة. ها? اذا انت درس اندوق الورقة انا بورك الورد فوشنو. ها? تلاتة اربعة خمسة حالات بيشتكوا. انه الواسق فض جدا. مفتري جدا. في التعامل. ها? يعني اه. نركب له مكانة بالواضح كده. مكانة يعني مكانة كبيرة. عارف. ما اي حاجة متاح. ما اي سؤال متاح. ما اي شيء متاح. انت تعمل كده خموضوع انت ما عملت. بالمناسبة دي حاجة. نعم. ده صندوق الورقة. ديك اديك صندوق الورقة الجدية. طيب الحمد لله. الحمد لله. خمسة. دي بتنفي بطن الورقة. ده 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 سؤال الزلزال. لكن انت لو قلبت الورقة. ها? انا حديك صندوق الورقة الدائر. نعم. نعم. حقيقة صح. صح. الكلام ده. الكلام ده بالمناسبة. انا جهني شكاية والله. حقيقة. حقيقة. لانه انا مؤمن بالمدرسة القديمة. اه لحد ما. انا اول استاذ لي. لما جيت قلت لانا عايزة بقى موزيع. شال مركوب وجد عنيف والشي. لا انت. عارف قليش نعم. ايك ياب الموضوع ده كويس يعني? لا. اقول لك. لا انت شايف انه اينه. في فترة ما. في فترة ما. في فترة ما. يعني الكلام ده اه قبل ما اعمل دورة في الاعلام الحديث. انا كنت باعتقد قلت لك امم بهذه المدرسة. اه. فقلت لك لانه استاذي كان فاول وكيد فكاني بي مركوب. امم. قال لي مش انتوك صاح اول. امم. والصاح انا كان الوكيد داك انتوك قلمة مذيع وليس موزيع. امم. فكانت درسة الاول في مخارج الحروف. امم. فكنت مؤمن بالمدرسة دي لفترة من الله. لذلك كنت قاسي جدا مع المتربين. واحيانا كنت افتكر ان القسوة. امم. بتقوم تخليك تقتنع بانه الشخص ده هل فعلا جاي الاعلام بس عشان الظهور ولا رغبة جواه. فالشخص اللي جاي برغبة جواه بيحتمل اي صعوبة في المسأل. لكن الان انا اقيم كثير جدا من الدورات هنا في جمهورية مصر العربية. اي دي برضو سالحة. نعم. 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 اقيم دورة والحمد لله بيتعاوم مع الاتحاد الدولي للصحافة والاعلام كمدرب دولي في الاتحاد والاتحاد الدولي للصحافة والاعلام. وحتى تلقى الاسلوب اصبح مختلف. بدون مركوب. بدون مركوب. وبدون عكاس. شاكر لك كثير. انا شاكر لك جدا. انت ضيب عزيز علي. اه في الحلقة دي من الزلزال. تمنياتي لك بوافر الصحة. وانت قلقتنا عليك في فترة من الفترات اه. انت مريض اه. دي دي طبعا كان استيبتة حقيقي. مهم. على محبتك. اه في دواخل الناس. وعلى الحب اللي بين دولك. كل الناس من داخل وصل لنا وبرل وصل اعلامي. انا ده. انا بالنسبة لفترة مرضك. ان شاء الله رب ما تشوف شرطاني. دي كان بالنسبة ليه استيبتة حقيقي. انا انا عايز اقول. انا عايز اقول لكل الناس. انا قاعد دندش من الناس الشخصيات اللي قاعد يحبها لدينا صديق عزيز. فدار اقول لهم لا تظنوا ان تلك العدسات لعيب في النظر. بل لحج باعيون البشر. انا حبيت انك انت الليلة مرتدي الاسود. وكأنما حزين على ما يحدث في السودان. لكن خلينا اقول لك برضو. احلام مستغامة صدقت حينما قالت الاسود يليق بك. بس عشان تعرف انا بقازل الرجال برضو. حبيبي والله. الله حبيبي يا ناسا. ده طلحتني من. ازمع. ازمع. طلحتني من الحبرة وقعتنا برضيح. سعيد بك والله. شكرا لك. شكرا لك. سعيد بك. وبنجاحاتك دائما. وربا لديك الصحة والعافية. ومزيد من التوفيق. وانت اسم كبير. الله يقدر. ممكن اقول حاجة في الختام يا دندش. انا بتمنى 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 من كل قلبي. اليومين دي لنا مطالع السوشيال ميديا ولفترة طويلة جدا بعين. فبقول يا اخواننا خلونا نبعد من الجانب الخاص بالتجريم. لوجهة النظرة المختلفة ما بتعني انه ده عدوك. لو اختلفت معه في الرأي ما معناه عدو. صح. فلذلك خلونا نتسامى فوق كل الجراحات عشان نعيد السودان. نحن محتاجين انه ما نجري من بعض. ولا شخص اختلف معك في الرأي معناه عدو ليك. طبع. بالعكس حاول خدت الكلمة هي الفاصل بينك وبينه. ربما تتلاقح الافكار يعني ونجد. واذا كان شخصي على حق. قول على حق. واذا انت على باطل قول انا على باطل. من دون ده ما منه. بس ده ما يمشي لقدام. فابعدوا من التجريم والتجريح. وابعدوا من المسألة الخاصة ب بانه اختلاف الرأي. خلوكم مؤمنين بانه اختلاف الرأي لا يفسد الودة القضية. وما تقولوا انا بحطرم الاستاذ. نحن الجيل ده ما بحطرم الاستاذ. بدليل انه بخلي له الشارع. اخلي له الشارع له. انا محتاج كل صيغ بالمعلم وامشي معاه. عشان اخد منه. مش عشان اخلي له الشارع. شكرا جزيلا. وليك يا ديندش. لهذه المساحة اللي خليتني اتنفس من خلالها. شكرا لك. رغم الالم اللي كان في سلاليمة. احمر واخضر واصفر واصفر. شكرا لك يا ديندش. تسلم. شكرا لكم على زال مشاهدين. كانت دي حلقتنا الليلة من الزلزال. نلتقي في حلقة جديدة. كونوا في اماني. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة. اشتركوا في القناة.